موسيقى أكيد يعني إحنا كان صعودنا صعود فرحنا فيه كثير صراحة وبعدين أجلت حوالي يعني كانت فترة الدرع لا تتجاوز حوالي شهر فكان يعني على طول إحنا بدينا نستعد والحمد لله يعني استطعنا أن نحصل على الدرع وهذه يعني كانت ظاهرة طيبة أنه إحنا يعني بداية خير وطبعا خروج الدرع من العاصمة إلى إربد هذا شيء مفخرة يعني وبنهدي إلى كل أندية الشمال يعني إحنا بذلنا جهد وإن شاء الله رب العالمين رح نطبح نبقى في دور المحترثين بالرغم من الظروف المالية الصعبة والكل الأندية بتعاني من هاي الظروف ناد الجليل نادى عريق تأسس في الثلاثة والخمسين وأكيد يعني زي ما انتشاه في هاي بطولات إحنا كان نادينا نادي سلة في البداية ثم انطلقنا لكرة القدم والحمد لله أنجزنا إدارات السابقة زي ما انتشاه في يعني هاي إنجزات وتاريخ نعتز في هذا التاريخ بالنسبة لنا إحنا كنادي الجليل يعني المركز الإعلامي وجود وضروري والحمد لله رب العالمين أنه هذا المركز يعني قدر في الموجودين على هذا المركز والقائمين على العمل في هذا المركز بأن تم نقل أخبار جميع نادي الجليل من خلال هذه الصفحة فهي الصفحة صفحة موثوة فيها الحمد لله رب العالمين والقائمين عليها رجال يعني اجتهدوا حتى يستطيعوا أن يوصلوا يوصلوا الخبر الصحيح للجمهور واللكم كأهمية مركز الإعلامي أكيد يعني المركز الإعلامي ليس في الرياضة حتى في الاقتصاد حتى في السياسة حتى في الحياة الاجتماعية هذا مهم من أين ستستلقي المعلومة هل أستلقي المعلومة من الشارع هل أستلقي المعلومة من طرف ثاني الطرف الأساسي اللي بعطيك المعلومة الصح اللي هو المركز الإعلامي اللي هم الأكدر على اتخاذ أصحاب القرار أو قرب من أصحاب القرار أهميته كثير جدا طبعا جلت المركز الإعلامي في وضع نتائج فرق الفئات العمرية حتى الفتاة الصغيرة أنه لما شوف صوره فيه اهتمام فيه إعلاميا يزيد عطاؤه في الملاعب نحن ناسمنا جليل نادم نتازفي وطاريخ عريق وإحنا كأبنا مخيم وهشنا فيه تجربة كويسة فالغطالة نشاطة قرات السلة وقرات القدم وكل نشاط يصير بالنادي الحمد لله من ثقافي اجتماعي أي شيء يكون متوجدين فيه توقيع عقوة توقيع لعبين ويكون مع النادي بالسرة والذرة الإعلام موجه على أندية المحتزر في تسليط الضوء على الفرق كثير وإحنا كنادي في فريق نادي الجليل للأمانة تحت الضغط إعلامي كبير والنتائج والأخبار اللي بتطلع من هون ومن هون فإحنا منتمنى من الجميع وإنهم يرجعوا لأي خبر بالنسبة للفريق الأول للصفحة الرسمية للتابعة للنادي نأخذ المعلومة عن أنشطة النادي كافة من صفحة الرسمية للنادي عن طريق المركز الإعلامي للنادي اللي لاحظنا فيه تطور كبير وخاصة بعد مصعدنا لدول المحترفين أخبار النادي بأخذها من صفحة النادي ومن المركز الإعلامي تاع نادي الجليل ومركز الإعلامي تاع نادي الجليل ما شاء الله عليه مش مقصر بكل الأخبار وأخباره الموثوقة بنسبة لنادي الجليل إذن أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد ومثل ما شفتم مركز إعلامي نادي الجليل هذا النادي اللي يعتبر من أقدم الأندية على مستوى المخيمات في الأردن خلينا بالبداية يعني شوز قبل الأسبوعين أنا زرت الشمال عملت أكثر من لقاء وأكثر من تصوير بعدد من الأندية واليوم أكيد بشرفنا وبنورنا سيد صدقي أبو الهيجة وهو مدير المركز الإعلامي وأيضا أمين السر في النادي أهلا وسهلا ونورتنا أهلا وسهلا فيكم صباح النور يعطيك ألف عافية الله عافية كوية بداية سيدي خلينا نعرف الناس على نشأة المركز الإعلامي أول شيء قبل نشأة المركز الإعلامي خلينا نحكي عن نشأة نادي الجليل سيما حكث الأخت ميسون نادي الجليل نادي عريق هو أقدم نادي في المخيمات عام 1953 وكان يضم جميع الألعاب في أربقة النادي هذه المعلومة لازم يعرفها الجميع أن النادي الأم لأندية المخيمات هو نادي الجليل بالنسبة للمركز الإعلامي احنا اهتمامنا لما كنا في الدرجة الأولى وصابقا شكلنا المركز الإعلامي وعندنا صفحة خاصة في نادي الجليل تنقل كل أحداث نادي الجليل إلى جمهورنا الحبيب صحيح 100% وعملكم لا يختص فقط بكرة القدم ولكن أنتم بما أنكم مركز ثقافي اجتماعي وأيضا رياضي عدد من الرياضات الموجودة والشاملة لأكيد نادي الجليل بالإضافة أيضا لنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تعملوها بشكل دوري أول شيء نادي يشمل كل شيء عنا في الرياضيات وفي نادي الجليل لجنة اجتماعية وفاعلة لا نحكي بس بالمسمى هي لجنة اجتماعية صحيح فاعلة مع المجتمع المحلي على تواصل أن اللجنة الثقافية في عنا مهرجانات عدي لنادي الجليل صحيح وكان آخر مهرجان قبل كورونا المهرجان السابع لنادي الجليل استضرنا فيه شخصيات أدبية وشخصيات فنية على مستوى الوطن العربي في عنا لجنة الفتيان الأيتام التي تكون تقريبا على ضم وهيمنة أمور الأيتام كاملة تضم تقريبا مئة وثمانين يتيم مساعدات شهرية ودائمة أولهم متواصلة أولهم صندوق خاص الأيتام عنا بعيد عن صندوق النادي عنا الكشافة في مجموعة اليوموك الكشفية من عام 1964 هي أسست من أقوى المجموعات الكشفية على مستوى المملكة العردنية العاشمية نشاطاتها دائمة عنا فريق كرة السلة صعدنا من الثانية إلى الأولى إلى الممتاز بفضل الله كل الأمور هذه متواجدة في نادي الجليل نادي الجليل أسطورة اسم يحترم وهو شيق المقيمات نادي عريق وجمهور عريق أيضا وإذا نحكي اليوم سمحت أكثر عن الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي لجمهور هذا النادي ولمحبين هذا النادي من ناحية معرفة الأخبار والتحقق من أي معلومات قد تكون شائعات عن النادي وعن اللاعبين يعني من خلال بطنة مشكور رائع هذا أنا بناشد إخواني الهيئة العامة دائما وجمهورنا الحبيب أنه دائما يتابع صفحة النادي المركز الإعلامي مرتبط بصفحة النادي يعني أي خور يريدك تستصدقي من صفحة النادي صفحة النادي هي الخبر الحقيقي الذي يصدر عن مجلس الإدارة وعن كل ما يحدث في شأن الرياضة في النادي الجليل ممتاز قبل أن نكمل بالموضوع وعدد من المواضيع يعني منها أنكم خرجتوا كمان فنانين من هالمسرح اللي موجود داخل القاعة ولكن قبل في صبية اسمها هديل الدراتكة هديدكم هذا الكركتير لنادي الجليل نشوفوا سوا الله يسطيح العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هديل طبعاً هذه الصبية الجميلة إن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق بعالم الرسومات الرياضية إن شاء الله حبت تهديكم هذه الرسمة شكراً لها تحب تحكي لها إشيء شكراً لك يا هديل آنسة هديل والله يعطيك العافية ونهتمني لك مستقبل زاهر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشكرها على تفاعلها وحبها لهذا الشيو نجعل حضرتك نحن نتحدث عن دور المركز الإعلامي وأهميته نحن نتحدث عن الأعضاء والأشخاص الموجودين في المركز الإعلامي أول شيء نحن أعضاء عدة طبعاً هم من الإعلاميين صفحتنا مركزة على الإعلاميين في عنا مثل الدكتور عبد الكريم الجسوقي محمد أبو خروب هو الآد من الذي على الصفحة صلاح أبو الهيجا هؤلاء الإعلاميين من وجههم تحياتنا طبعاً من وجههم تحياتنا الصفحة طبعاً أخونا الدكتور توفيق السندياني صفحتنا شاملة صفحتنا مفتوحة للجميع كتاب مفتوح للجميع لكن طبعاً بقيود وشروط من خلال أد مننا مدير الفريق ومدير النادي اللي هو محمد أبو خروب يعني المعلومة زي ما قلت لك من مصدرها الصحية من مصدرها الحقيقة والصحية مية بالمية وبجز شفنا محبة الناس لنادي الجليل وفزعتكم للنادي في الجلسة اللي كنا فيها هل محبة هاي نابعة من أجيال التي توارثت بجوز التواجد بالنادي وأيضاً قبل الشيء كنت عم بحكي لك عن مصرحيات عدة كانت موجودة جوة النادي كمان قدم فيها أهم الفنانين من عندكم عدد من العروض نادي الجليل عشق للجميع نحن لهذا الكيان مزروع فينا الصحيح عنا الأستاذ خليل مصطفى وابن زيد من الناس اللي فعلاً أسسوا مصرح نادي الجليل عنا فرقة مصرحية كانت بقيادة أخونا المبدع زهير أبو حسان هو عضو في نادي الجليل وعمل مصرح كامل في نادي الجليل مع أخواننا رفاقاءه علي أبو شتية وفريق كامل قاموا على هذا المصرح لكن بالأساس نحن الأستاذ خليل مصطفى زيد ابنه جولييت عواد كل الفريق هذا كان يحضر إلى نادي الجليل ودائماً يدعب نادي الجليل في مصرحيات وفي المركز الثقافي شكراً شكراً جداً سيد طبقي شاهدون أنشطة ترتبونها في الفترة الحالية بعيداً عن كرة القدم والرياضات إذا هناك أنشطة ثقافية إذا هناك أنشطة ترفيهية دائماً الأنشطة موجودة لنا كان من خلال الكشاف والأيتام لنا هذا يوم الجمعة مصرح في النادي للأيتام واللكشاف نعم نحن بالنسبة لأن اللجنة الثقافية للأسف حسن الجزء فترتنا ستنتهي بشهر 11 أخونا رئيس اللجنة الثقافية الأستاذ عمر درباس كان يجهز لمهرجان الثقافي لكن الجزء الظروف الحاصلة كانت صعبة قليلاً وأيضاً تعرف فترة الانتخابات أجوز في ركود في الأعمال وبعدها إن شاء الله سنرى كثيراً إن شاء الله يعني اليومين الماضين صار في عدد من الأحاديث حول الثلاث نقاط اللي أخذتوها أو استرجعتوها والثلاث نقاط اللي خسرتوها أيضاً هون بجوز الحديث صار بين الإيل والآل والإبهار وشو عملتو كمركز الإعلامي بالمختصر شو عملتو كمركز الإعلامي القيل والقال والإبهارات هذه موجودة يعني لازم كل واحد يسمع كلمة لازم يزير على وجهها نحن أول شي حق مشروع لنادي الجليل أنه يعترض على حدث وفي خطأ نحن أشققنا نادو الحسيون نحن ما أخذ النقاط منهم إلا بحق وحق مشروع لاعب من الفئات العمضية لازم يرتاح 72 ساعة ارتاح اللعب 48 ساعة وهذا قطأ ويشترق في النص يشترق أنه اللعب هذا يرتاح 72 ساعة وكتاب تأكيد أنه يعني 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 كتاب تأكيد بس على النقطة هاي على الفئات العمرية نحن بحقنا من حقنا وقدمنا هذا الشكوى وكسبناها بالنسبة لنقاط سحاب يعني أنا ببارك لهم بالنقاط إحنا ما عملنا هيزعية زي الأندي الثانية وقبلنا بقرار الوضع كان واضح وجميل اقبلنا بقرار اللجنة التأديبية رغم أننا إحنا كمان ظلمنا مع سحاب يعني صورت الحكم الرابع والحكم الرابع يعطي إعاز لحكم الساعة ومن خلال المدقل ومع ذلك احنا احترمنا قرار اللجنة التأديبية وما عملنا شوشرة لكن حقنا بالثلاث نقاط نحن في النادي الحسين يعني للأسف الشديد كيف عملتوا مع هذه الحكاية كماركز الشديد أنه صارت شوشرة على النقاط التي أخذها الجغيل لماذا حلال لهم وخرمهم علينا نحن لا يحدث الحكي نحن كماركز إعلامي قدمنا شكويتنا بالطرق الرسمية وانتظرنا الرد وكان الرد الأول برد اعتراضنا لكن احنا استعنافنا القرار وتابعنا استعنافنا والحمد لله بفضل الله ومنتو حصلنا على حقنا وما سعنا لما السحاب أخذوا منا رغم أنه السحاب من أول شكتهم كان القرار مباشر لهم ومع ذلك نرضى من نصيبنا احنا والحمد لله رب العالمين راح مننا ثلاث نقاط لكن ربنا عوضنا بثلاث نقاط بحقنا ومن حقنا جميل جدا سيدة تطقدي أسألك كبركز إعلامي كيف دوركم بالسيطرة على ردة فعل الجنهور في مثل هذه المواقف احنا يعني عليك يعيد لأن الجمهور نحن صدر نوسيع نتقبل أي انتقاد إيجابي أو غير إيجابي نتقبل وحتى نحن فاتحين أرواقة النادي ونقولهم تعالوا انتقطني كإدارة انتقدني كجمهور لكن هذه الفنيات تعود للمدير الفني صحيح أنا كإدارة لا أستطيع أدخل بالتشكيلة لا أستطيع أدخل بالتكتيك والتكنيك داخل الملعب لكن هناك انتقاد للإدارة لعمل إداري تعال انتقدني كماركز إعلامي نحن نحافظ على هيبة المركز الإعلامي نحافظ على ردة فعل جمهورنا لأنه بغار علينا ونحب أنه بعمل هكذا لأنه من أهل المنطقة كما تفاعل نحب أنه طبيعية بالنسبة ونستقبلها بصدر شرح يعني رائع جدا أنك كمان تستوعب الجمهور بكل تفاصيله بموافق معترض يعني وما إلى ذلك من تفاصيل لكن السوشيال ميديا بجزء هذا آخر سؤال السوشيال ميديا كيف تتعامل معها مواقع التواصل الاجتماعي شو تتعامل معها وكيف تتعامل معها منصتكم الأساسية هي منصتنا الأساسية كما قلت لك لدينا الآن من محمد أبو خروب اللي هو مدير النادي هو صحيح ماكنة النادي كاملة محمد يعني كما قلت لك حتى كل الأمور هذه تركينها له كمركز إعلامي يعطينه كاملة الصلاحيات أنه يرد لكن هو لا يرد لأنه كما قلت لك حتى الانتقاد نحن نأخذه بشكل إيجابي الانتقاد نأخذه بشكل إيجابي لك تنتقد تنتقدني حقك حقك أنك تنتقد لأنه ما بدامني أنا أرضيت أن أكون في هذه المنظومة حقي أسمع الانتقادات بدي أتقل الانتقادات لماذا لو أنا صير الانتقابات ويأتي ينتخبني يسير الوساط وأقول أنا والله أريد أعمل أريد أعمل أريد أعمل فحقك كما ينتقدني فأنا كما قلت لك هذه الصفحة مديرها لأدمن محمد أبو خروب لكل صفحاتنا وهو بتعامل بطريقة رائعة مع الجميع يقبل النقد للجميع وإحنا كإدارة نبتلك باب مبتوح نقبل أي انتقاد وأي كلام حتى جارح ما شاء الله عليكم يالله يحبظي شرفتنا ويعطيكم ألف عافية وإتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح يا رب الله يعافيكم إن شاء الله بإذن الله ونلتقي إن شاء الله في مرات قادمة وبثبت نادي الجليل إن شاء الله في المحترفين لأنه من حقه كنادي إلو باع طويل في كرة القدم وفي الألعاب الأخرى إنه يكون إلو صولات وجولات وإنه يكون إلو حق كمان في المحترفين بإذن الله يعني كل التوفيق أكيد بالثبات إن شاء الله يا رب بتوفيق لأيكم ولباقي الأندية ويعني مثل ما الصدارة مشتعلة أيضا المراكز الساعة الأخيرة مشتعلة كمان فأنا أرجو من الله قصة قصة أرجو من الله أنه يثبت نادي الجليل واللي بأخذ الدور إحنا هو الناس بنبارك له بالتوفيق لأيكم الله يعطيكم العالم شكرا لكم إذن مشاهدينا رايحين لأهداف الجولة الأخيرة ومشتعلة بكافة تفاصيلها ومبارح ولا كواليس رايحين كواليس وراجعين خليكم معنا